بالتأكيد هناك عدد كبير من الكتب التي تصدرها وزارة الأوقاف لكي تعتم بها أنها تغرز بعض المفاهيم أو القيم الخاصة في كل طفل موجود في المعرض لو تكلمين عن أما هذه الكتب نتكلم الأول عن سلسلة رؤية للناشئة ليس سلسلة صدرة عن وزارة الأوقاف المصرية فقط هي سلسلة صدرة بالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية ووزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة المصرية للكتب السلسلة سنحتفل السنة دي أول يوم المعرض بمرور أن نكمل المئة السنية المئوية السنية الاحتفال بتاعنا في أول يوم المعرض بإذن الله السلسلة بدأت أما فكرنا فيها كنا نهدف منها إلى بناء وعي الطفل لما بدأنا نفكر في الإصدارات هل هتتقدم فقط مضامين دينية لبناء وعي الطفل فقط لا احنا قلنا لا المضامين احنا المهم فيها أن احنا نقدم مضامين بعوامل جذب للطفل من خلال الكتب المضمون مشرط يكون مضمون ديني فقط مضمون الديني نقدر نقدمه في قوالي مختلفة ممكن تقدمه في قالب قصة ممكن تقدمه في كتاب زي مثلا شخصيات مصرية تقدمه نموذج قدوة يعني مشرط يكون القالب الديني المستخدم في كل الإصدارات المضامين كانت متنوع في كل الإصدارات الخاصة بنا بس لو هنتكلم بقى عن كتاب كتاب ممكن لو هنتكلم على أحدث الإصدارات السنية دي اللي نزلة في السلسلة منها كتاب الكليات الست منها كتاب قصص الحيوان في القرآن الكريم منها كتاب أركان الإيمان وده الجزء الثاني لأركان الإستامة اللي نزل في معرض الكتاب السنة اللي فاتت طيب انتو دايما بيبقى عندكم يعني هدف كده أو حابين ان انتو يبقى عندكم محتوى معرفي خليني أقول اشتغلتو على ده ازاي من الأول الفكرة جات ازاي واشتغلتو على ده ازاي وازاي طورتوه عشان النهاردة تقدروا توصلوا بمحتوى معرفي مستنير يقدر ان هو ينمي ثقافة الطفل بصي زي ما قلتلك احنا لما بدأنا في السلسلة كان المتعرف عليه وزارة الأوقاف المصرية فلا يتقدم قالب دين لا احنا زي ما بقولك قدمنا قوالب مختلفة نقشنا قضايا كتير جدا من خلال السلسلة بالقالب اللي يعمل على جذب الطفل منها كان فن كوميكس منها فن القصة منها النماذج حتى اللي بتقدميها تتقدم بشكل مبسط للأطفال فكان الهدف بناء وعي الطفل في المجالات المختلفة بقوالب مبسطة وجاذبة للطفل فما كانش زي ما بقولي قالب ديني من البداية او بناء المعرفة الدينية لا هو تصقيف كامل لبناء وعي الطفل داخل السلسلة اشتركوا في القناة